حضرتك شايف ماذا نجاح مستر كولر ولا لسه ما نقدرش نتكلم عن نجاحه والله هو البدايات مطمئنة يعني هو بماتشين بتوق أفريقيا اتحاد المنستيري كسبهم بعدها كان فيه ماتش ثلاث ماتشات دوري كسبهم لكن احنا بنقول على المكسب والمكسب طبعا مهم جدا بالنسبة لنا لكن هو يعني فيه حاجة جديدة بتتعامل أولا الكرة لما بنفقتها بنجيبها بسرعة جدا ده اللي حكتكلم عن 22 بنجيبها بسرعة جدا ولما بنجيبها بسرعة جدا كل اللعيبة لعبها لقدام للأمام فاحنا بنوصل لمرمى الخصم بسرعة جدا ودي حاجة برضو بالحاجات الكويسة هو بس نقصنا يعني التسجيل التهديف ودي برضو هتيجي هتيجي مع الوقت لأنه هو برضو خلي بالك لسه في دور الاكسكشاف لللعيبة كلها صحيح والحاجة كمان اللي عجباني إن هو بيشتغل في محيط اه اتنين وعشرين تلاتة وعشرين لعيب اربعة وعشرين لعيب تمام ما بيخرجش عنهم يعني ممكن تلاقي تلاقي قدام شادي شادي حسين شادي حسين بيبقى عمرو السلية يا سافيو يا على اليمين بيبقى طاهر محمد طاهر او او محمد عبدالقادر احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر نحن احمد عبدالشمال دايما او افشة يعني يعني لو حطت ممكن بيحط السلية من قدامهم او افشة يعني وبعدين الحاجة الميزة كمان إن هو في الاربعة وعشرين واحده هو بيعمل روتيشن عمل روتيشن في الخمس ماتشات من ماتشات افريقيا والماتشين بتقعد دوري التلات ماتشات بتقعد دوري هو عمل روتيشن في 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 كل الخطوط اه والميزة إن كل واحد بينزل مكان التاني بيعمل نفس المهمة نفس اللي بيعمل وهو المطلوب وده هو بيأكد عليه صحيح يعني هو أنا شايف إن هو شخصيته قوية ومحبوب يعني شخصيته قوية ومحبوب وبيأكد على على كل حاجة هو آآ آآ عاوزها في الملعب بدليل ده هو ما بيعودش على طوله على الخط وبيتكلم وبيوجه وآآ وعاوز كل حاجة آآ هو آآ آآ بفكره عاوزها تتنفس في الملعب وده أنا شايفه في الملعب ده نجاح في المدير طبعا طيب هل ممكن نقول إن مثلا تتويجه ببطولة السوبر قربه أكتر من الجمهور أكيد أكيد طبعا يعني إحنا بعد بعد فقد بطولة الدوري السنة اللي فاتت آآ لما لما تاخد بطولة ده يعني برضو بتخلي شيء مهم تخلي آآ شيء مهم جدا وخاصة إحنا إحنا يعني النادي الأهلي إحنا بنقول إيه النادي الأهلي يمرض لكن لا يموت صحيح يعني إحنا الطقارات اللي بتيجي والكلام ده كله ده بسبب إن يا إما بتغير جلدي يا إما بتحط ناشي أو اثنين أو ثلاثة آآ في جيل ميشي وجيل جاي يعني كل عشر سنين ما بيبقى فيه ضرب شوية وده طبيعي ده طبيعي ده طبيعي هتبدل تقل كل حاجة لا لا أبدا أبدا برضو بقى يعني وهم اكتهدوا أكلم على ناتز ملك ناتز ملك اكتهدوا السنة الفاتن وخد الدوري وإحنا بقول لهم مبروك إحنا برضو مش عايزين إحنا عايزين نبقى في يعني نبقى أخلاقياتنا يعني سامية كده ويعني مش عايزين نبقى نقول لا إحنا عايزين ناخد كل حاجة مش هتاخد كل حاجة عمرك ما تاخد كل حاجة لأنك في وقت من الأوقات هو فيه كيرف كده بيطلع لازم بيسبك شاية وبعدين بيجي ينزل وبعدين بيطلع تاني لما أنت تكتهد وتغير والدعم وبكلام ده كل